تعالوا نروح مع بعض نتكلم على ايه بقى؟ تعالوا نتكلم على نفس القصة لانه برضو هي مهمة جدا هنرجع هنا فيها لدكتور كريم عادل مدير مركز العادل للدراسات والابحاث الاقتصادية على مسألة زيادة سعر التوريد وده مهمة جدا خالرين الاول ارحب بدكتور كريم ازاك يا دكتور؟ مساء الخيرو سازيوكي عامل بيه؟ اخبارك ايه اخر مرة شفتك كنا في سنة عشرين اتنين وعشرين هي صحكت من شهر ونص بس برضو تعتبر في عشرين اتنين وعشرين عايزين نشوفك تاني وحريتك طايم لا يا فرد دايما تنورنا دكتور كريم هل السعر الجديد سعر محفز ومشجع للمزارع كي يورد ولا ممكن بعض المزارعين يقولوا لا احنا محتاجين المزيد من الحوافز او المزيد من الدعم مثلا على التقاوي المعتمدة على الاسمدة الاخير يعني طبعا زيادة سعر الباب الامح كان من ضمن مجموعة القرارات اليوم اللي اعلن عنها السيد رئيس مجلس الهدرة نشير بدأتا ان مجموعة القرارات هامة اهميتها تحديدا لا يقصر فقط على طبيعة القرارات وما تضمناته من اجراءات ولكن اهميتها بتمتد الى اهمية التوقيت المتخزة والمعلمة فيها ده طبعا بالاضافة للارقام والنتائج اللي تم الاعلان عنها وعن تحقيقها دي بتعتبر بمثابة رسائل تمقلة للمواطنين والمستثمرين والمنتكين اوضا بالنسبة طبعا له رفع سعر ارجاب القمح الى 1250 جنيه ده بيعتبر حافظ مهم من شأنه تحقيق مستهدفات الدولة نحو تحقيق الاتفاق الزاتي من القمح واللي بيعتبر احد اهم السلع الاساسية للمواطن المصري وبيساهم فيه تحقيق الامن الغذائي للمواطنين طبعا دي نقطة مهمة جدا تحفيز التنوحين والمدارعين على زيادة الانتاجية والطوريب لان احنا بنشهد اجمد غذاء عالمية وبالتالي بيأتي ذلك في اطار في وقت الدولة نحو تحقيق الاتفاق الزاتي وتوفير السلع الاساسية للمواطنين والاسر المصرية واللي بيعتبر طبعا القمح احد اهم هذه السلع والغذاء عظيم جدا طيب عايز اخد حضرتك يا دكتور ونروح على مبادرة 11% رأيك وتأديرك لمبادرة 11% لتشجيع وتحميس وتحفيز الصناع للعودة بكامل طاقتهم مرة اخرى طبعا هي مبادرة جديدة الهدف منها دعم القطاعات الانتاجية داخل الدولة وبالتالي هي بتستهدد دعم قطاع الزراعة وايضا قطاع الصناعة هي طبعا نقطة مهمة لاننا انشاء لها تحقيق الامن الغذائي والصناعي وبالتالي توفير الغذاء والسلع الغذائية والمنتجات المختلفة اللي بيحتاج اليها المواطن والاسر المصرية من ناحية بالاضافة طبعا لانها بتساهم في حدوث استقرار للاسعار داخل الاسواق نتيجي التوافر صلع ومنتجات محلية بجودة عالية ودي نقطة مهمة جدا على المستوى المتوطف لماذا لانها بتساهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو تقليل الوردات وبالتالي تخفيف الضغط على النجد الأجنبي وايضا زيادة الصادرات المصرية ودي بتخلق حالة موارد جديدة من النجد الأجنبي واتصل فينا إلى المستهدف نحو مئة مليار صادرات طبعا زيادة الصادرات والصناعات الغذائية دي نقطة مهمة جدا لان الدولة المصرية بتستهدف من خلال هذه المبادرة التوسع في الكتاعات الانتاجية الحالية استحداث كتاعات انتاجية جديدة استمرار عجلة التزميل والانتاج داخل الدولة المصرية لما بنقول استمرار عجلة التزميل والانتاج ده احنا هنا بنحقق استقرار اقتصادي واجتماعي للعاملين في المطالع وللأسر المصرية المسؤول عنها هؤلاء العاملين وبالثاني هي مبادرة مهمة توقيتها مهم جدا لان الدولة المصرية والمتجين والمزارعين بحاجة لمثل هذه المبادرات وان انا بشوفها ان هي بتعكف قوة الاتقصاد المصري لان في وقت العالم بيشهد فيه الازمات العالمية الدولة المصرية مستمرة في دعم المنتجين والمصنعين ودعم الكتاعات الاقتصادية المختلفة داخلها عظيم جدا 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 انا عايزة اشكرك يا دكتور كريم نورتنا وشرفتنا ولازم نلتقي في القريب ونقعد نلاقش كده افكار وحلول اشكرك جدا دكتور كريم عادل مدير مركز العادل للدراسات والابحاث الاقتصادية اشكرك جدا 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 جدا